مرة تانية برحب بحضراتكم مباراة النهاردة صعبة بكل المخريص ليه بقول لحضراتكم الكلام ده قلت طبعا انه الفرقتين متسويين في كل شيء عندنا كل منتخب مصري او جزائري عنده فرصيده ست نقاط عندهم فرصيدهم ست اهداف زائد ست اهداف يعني وعندهم تلات نقاط في قواعد اللعب النظيف ليه بقول لحضراتكم اللعب النظيف مهم جدا نهاردة او قواعد اللعب النظيف مهم جدا نهاردة انها ممكن تكون سبب في حسم صدارة المجموعة ازاي اقول لحضراتكم ببساطة شديدة جدا انه منتخب المصري عنده تلات انذارات وبالتالي ده معناه انه فرصيده تلات نقاط منتخب الجزائري عنده طرد غير مباشر وانذار طرد غير مباشر نتيجة حصول لاعب على انذارين في مباراة واحدة وبالتالي عنده فرصيده كمان تلات نقاط ده معناه ايه معناه مثلا انه الماتش النهاردة لو انتهى فوز واحد من الفلئتين خلاص تصدر اوتوماتيك تلات نقاط بيضاف الرصيده يبقى عنده تسع نقاط يتأهل متصدر المجموعة لكن لو المباراة انتهت بالتعادل ايه اللي هيحصل هيلجأوا القواعد للعب النظيف يعني لو منتخب مصر او لقدر الله طبعا يعني بعد الف شر خد انذار فهيبقى في رصيده اربع نقاط ومنتخب الجزائر فرصيده تلات نقاط يتأهل الجزائر كمتصدر والعكس الصحيح طب لو منتخب الجزائري مثلا حصل طرد مباشر ومنتخب مصر خد انذار ده معناه ان منتخب مصر هنا الطرد المباشر هيتحسب بنقطتين ومنتخب مصر هياخد انذار هيبقى تحسب بنقطة يبقى كده منتخب مصر يتأهل متصدر فاللعب النهاردة مش بس على الاهداف اللعب كمان النهاردة على الانذارات لانها ممكن تكون عامل حسم في صدرة فريق او منتخب على حساب منتخب اخر للمجموعة النقطة التانية ودي نقطة في منتخب الاهمية طبعا انه احنا بنتكلم يمكن ناس كتير جدا شايف انه يا جماعة ده مش منتخب جزائر لا على فكرة انا اقول لحضراتكم منتخب الجزائري اه صحيح فيه لعيبة كتير محترفين في اوروبا موجودين بره الاختيارات لكن خلينا اقولكم انه المنتخب الجزائري الموجود في قطر اللي بيلعب بطولة كاسر العرب فيه 17 محترف هم اه محترفين في دوريات خليجية او افريقية بيلعبوا في التراجي التونسي بيلعبوا في سد القطري او في الراين القطري او في فرق في السعودية لكن في النهاية انت بتتكلم على 17 زي ما احنا بنعتبر احمد حجازي كده ابننا وهو بيلعب في تحاد جده في السعودية لاعب محترف في الخارج هم كمان عندهم 17 لاعب محترفين في خارج الدوري الجزائري او خارج الاندال الجزائرية وال17 اسم مشاركين في البطول حتى